السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ النهاردة بالجراماتيك سفراج اسئلة القواعد احنا هنراجع منهج السنوية العامة من خلال الاسئلة هنقول الملحوظات والاسئلة وحلها وكل سؤال هيشرح لنا نقطة من اللي احنا درسناها هنلم ان شاء الله بكل الجراماتيك من خلال الاسئلة دي اختار الاجابة الصحيحة هنقول الاول شوية حاجات كده مع بعض افعال بتلغبط الطلاب هنقول حاجات الناس بتلغبط فيها تعرف تفرق بينها ازاي مرتبطين ببعض يفتح مرتبطين ببعض يفتح مرتبطين بباب يشغل او سماخن يطفي شغل موبايل شغل تليفزيون شغل دفاية حاجات دي هنعرفها من خلال الاسئلة ابزاجن يلغي معادي كانس المعاد سوزاجن يقبل المعاد او يوفق المعاد يوافق علي اندرن يغير معاد ترشيبن يأجل معاد فرقين بارن يتفق او يحدد المعاد طبعا فرقين بارن وتسوزاجن تقريبا اه المعنى قريب يعني ممكن تستخدمهم نفس الاستخدام سوزاجن لو حد بيقول لك المعلومة او بيقول لك المعاد فانت وفقت عليه فرقين بارن لو انت بتتفق على المعاد طبعا كل الافعال اللي هي ابزاجن اندرن كل ده متعلق بالارتست والكرانكنهايت والبراكسس لو انت متصل بالعيادة تحدد معاد وكذلك اينشتايجن يركب مواصلة اوشتايجن ينزل من مواصلة ومش تعيجن يبدل مواصلة يعني يبدل مواصلة يعمل زي فرانزيت كده في مكان وياخد مواصلة تانية او يركب حاجة تانية ودول ليهم علاقة بالفلكيرز متل اندانيها بالجوار ومثال على كده اندارنيها جبت اسكيوزك هنا جنبينا كده بالجوار فيه كشك في زيها اندارنيها فون هي هي بس نزود حرف جر اندارنيها فون بالقرب من وبتعمل اسكيب تكيوزك اندانيها فون دير اربايت في كشك قريب من الشغل او بالقرب من العمل من مكان العمل تعرف الفرق في استخدام الاتنين المثال موضح وسهل عند النصية لما حد يقوم بيوصف لك بيقولك روح هنا مثلا يعني فون جيه ايش اروح فين جيه انزي هير ام دي اكا روح هنا عند النصية اندار اكا عن نصية ما يكون حد واقف عربية ركنا اوتو بيس مستني انتون شتيت عن دي اكا انتون واقف عن نصية فون شتيت انتون اين يقف انتون انتون يبقى ام دي اكا بتسأل عنها بوهن وزي ما احنا شايفين واقع اكوزاتيف اما اندار اكا واقع ضاتيف وبنسأل عنها بفون طبعا يعني المفروض ان انت فاكر كويس ان فوهن بتسأل عن الحركة وبو بتسأل عن الحاجة اللي الوقفة او اللي فيها سكون ما فيهاش حركة عشان كده بنقول فوهن بيجي وراها اكوزاتيف حاجة فيها حركة لكن فو بيجي معاها في الافعال اه قصدي في حروف الجر المزدوجة اللي بتعمل اكوزاتيف وضاتيف عارفينهم طبعا هم تسعة كم عدد المرات او كم مرة الاطر بيسافر لغاية الى ليبتيش دي مدينة في المنية طبعا مرتين في الاسبوع زهاب وعودة دي بالنسبة لك تسكرة الفار كارتر لو انت بتشتري تسكرة ايما بتقول هن قند تسرك زهاب وعودة ايما اين فاخ طريق واحد يعني يا اقرايح يا جاي ام وناس كتير قوي بتتلغبط ام تستخدم ام وام تستخدم اوف ام بتيجي مع شالتر شباك مع بان هوف محطة مع فلوك هافن المطار مع بانش تايج رصيف المحطة مع كيوزك كوشك مع فار كارتن اوتومات طبعا بانش تايج رصيف محطة اه قطر اندير بتيجي مع امبل مع بوس خالتش تاله مع ايكا عشان دول ادواتهم دي يبقى عرفنا عموما ان اندير بتيجي مع ايه مع مجموية الحاجات دي اوف بتيجي مع ايه اوف بتيجي اوف ديم شتول على الكرسي اوف ديم صوفا الكنبة الصغيرة اللايت اوف ديم تيش على الترابيزة اوف ديم بارك بلاتس بارك بلاتس اوف ديم بارك بلاتس في الجاراج اوف ديم جلايس على الرصيف وممكن تيجي اوف جلايس هن بالرقم على طول على رصيف خمسة اوف دير شتراسة في الشارع بايد فيج بعيدا الحاجات دي في الوصف بتاع الطريق بقى لو حد تايج فيج وعايز يعني مثلا احمد است فيج احمد تايج وبيسأل ازاي يوصل للبوستة بتستخدم الحاجات دي كلمات دي في الوصف بعيد جدا او بعيدا اوبن بالاعلى عكسها انتن بالاسفل فورن في الامام عكسها انتن في الخلف هناوف الى اعلى عكسها انتن الى اسفل بروبا في الناحية دي او في تلك الناحية ناخ لينكس الى اليسار ناخ ريشتس الى اليمين او لينكس يسارا ريشتس يمينا جغاد اوس على طول هنبدأ الاسئلة والاسئلة دي اللي هي فيها اجزاء بتلغبط يعني الاسئلة دي مجموعة اسئلة اللي الناس بتتلغبط فيها في شمكت اي نن فيش السمك تزوقت ازاي يا فراو هان اي شمكت كاينن فيش ليه قلنا اي نن الاحترام علشان اي نن الاحترام علشان فراو هان ولكوما تاني سؤال الاجابة لازم نبص عليها في سؤال زي ده شتيفان جاب لها ايه كتاب الماني يبقى اكيد بنسأل عن شيء يبقى لو جاوب بشخص يبقى نسأل بمن ودايما في الغالب برينجين حد جاب لحد حاجة يبقى اكيد جاب له شيء فنسأل ببرا ديفين지ست دو دنمانتل دا ايه رأيك في البلطه اللي هناك ده او الجاكت الطويق ليه هي في السؤال دين وفي الاجابة دير السؤال دين لاني دو الفاعل و دينمانتل ووقع اكوزاتيVE مفعول بهم طب في الاجابة هي مش ووقع اكوزاتيVE هي مع فعل الزيين وفعل الزين ما بيعملش اكوزاتيVE ما بيعملش مفعول بهم فتيجي بأصلها بأدتها اللي هي دير دير استول دير دي عيطة على منطل أو في درزين بتتاوي بسم مورجن دي قديمة طبعا ومن سنة أولى بتينا فيعت فور اينا فوخة ناخ بالين ليه قلنا فور علشان اكوزاتيف اينا فوخة لو قال اينا فوخة يبقى زايت اينا فوخة وتكون بتينا است زايت اينا فوخة بقالها منذ اسبوع في بلين فور وهنعرف سؤال تاني فور بتجيب بيرفكت يعشان كده قلنا فور اكوزاتيف امتى بتزور جدودك بعد المدرسة اكيد مش اب درشولة بدءا من وقت كذا ابدي بتبدأ عموما حاجة مش باي عند وقت المدرسة او اثناء وقت المدرسة لا مش اثناء وقت المدرسة يبقى اكيد ناخ بعد ناخ درشولة ديكندر جاهن يتست ناخ هاوزة ليه قلنا ناخ هاوزة عشان فيها جاهن حركة يذهب يبقى يذهب الى المنزل لكن لو عايزين نقول في المنزل يبقى ديكندر زند يتست تسو هاوزة و جاهن ناخ هاوزة نسأل عنها فيهن لكن زند تسو هاوزة يكونوا بالمنزل نسأل عنها عند الدكتور كريم عند الدكتور لا هتسافر بالقطر عشان مت بتيجي مع وسائل المواصلة وتعمل ضطيف ونسأل عنها بإيه السينما مش بعيدة احنا هنروح سيرا على الأقدام البوستة بتقع مكتب البريد بيقع بين المستشفى وبين المتحف طبعا الاتنين وقعين ضطيف وتسفشن عشان جابلك مكانين يبقى بدان بيقول مكانين يبقى هنقول فيها على طول سفشن ترجمة نانسي قنقر